اشتركوا في القناة تسع وردات نريد توزيعهم بالتساوي على ثلاث أحواض زراعية هل يمكنك يا ذكي كتابة عبارة القسمة؟ هيا فكر ممتاز عبارة القسمة هي تسعة تقسيم ثلاثة يساوي ثلاثة هيا نشاهد عملية التوزيع نضع وردة واحدة في كل حوض هكذا نكمل عملية التوزيع فما زال لدينا ورود لم نقم بتوزيعها سنضع وردة واحدة في كل حوض بهذه الطريقة نكمل عملية التوزيع ونضع وردة واحدة في كل حوض وبذلك نكون قد انتهينا من عملية التوزيع لقد حصلنا على ثلاث وردات في كل حوض زراعي انظر إلى عبارة القسمة العدد الأول في عبارة القسمة تسعة هو عدد جميع الورود والعدد الثاني في عبارة القسمة ثلاثة هو عدد الأحواض الزراعية أما ناتج القسمة ثلاثة هو عدد الورود في الحوض الزراعي الواحد أحسنت صنعا هيا نحكي قصة في يوم من الأيام دخلت البنت على أمها في المطبخ وقالت السلام عليكم أمي ما هذه الرائحة الشهية سلمت يدك ردت الأم وعليكم السلام يا ابنتي لقد خبزت خمسة عشر قطعة من البسكويت اللذيذ وأريد توزيعهم على الأطباق بالتساوي بحيث يكون في كل طبق ثلاث قطع من البسكويت ردت البنت وقالت دعيني أقوم أنا بعملية التوزيع يا أمي لكن كم عدد الأطباق التي سأحتاجها؟ قالت الأم ستعرفين يا ابنتي عدد الأطباق إذا قمت بعملية التوزيع سأترك لكي هذه المهمة وسأذهب أنا لأعد سفرة الطعام وفعلاً وفعلاً بدأت البنت بالتوزيع حسب المطلوب وقالت الآن عندي خمسة عشر قطعة بسكويت سأخذ في كل مرة ثلاث قطع وأضعهم في طبق سأبدأ الآن هذه ثلاث قطع سأحتاج لها طبق سأضعهم فيه سأخذ ثلاث قطع من البسكويت وأضعهم في طبق آخر سأحتاج إلى طبق آخر أيضاً لأضع فيه هذه القطع الثلاثة ما زال هناك قطع أخرى من البسكويت سأخذ منهم ثلاثة وأضعهم في هذا الطبق والآن بقيت آخر ثلاث حبات من البسكويت سأخذ هذا الطبق لأضعهم فيه وبذلك أكون قد انتهيت من عملية التوزيع انتهت الأم من أعداد سفرة الطعام وعادت للمطبخ وقالت لابنتها أنا فخورة بك يا ابنتي لقد قمت بعمل رائع فرحت البنت بكلام أمها وسألتها لقد قمت بتوزيع خمسة عشر قطعة من البسكويت في أطباق ووضعت بكل طبق ثلاث قطع كيف أعرف الآن عدد الأطباق يا أمي؟ قالت الأم هذا سهل جداً يمكن معرفة عدد الأطباق من خلال عبارة القسمة انظري يا ابنتي تعرفين هذا الرمز جيداً إنه رمز عملية القسمة ردت البنت نعم يا أمي أعرف هذا الرمز وأعرف أيضاً أن العدد الأول في عبارة القسمة يكون دائماً عدد كل العناصر أي عدد قطع البسكويت كلها وهو خمسة عشر قالت الأم أنت ذكية يا ابنتي ما الذي تعرفينه أيضاً؟ قالت البنت أعرف أن عدد قطع البسكويت في كل طبق ثلاثة ثلاثة قالت الأم ممتاز إذن سيكون العدد الثاني في عبارة القسمة ثلاثة وهو عدد العناصر في كل مجموعة والآن يا ابنتي ما الذي تريدين معرفته؟ ردت البنت أريد معرفة عدد الأطباق قالت الأم إذن سيكون الناتج هو عدد المجموعات هيا بنا نعد الأطباق واحد إثان ثلاثة أربعة خمسة إذن عدد الأطباق خمسة قالت البنت لأمها شكرا يا أمي لقد استمتعت جدا بعملية القسمة واستخدامها في معرفة عدد الأطباق والآن هيا بنا نذهب لغرفة الطعام فقد حان وقت الاستمتاع بالطعام ضحكت الأم وذهبوا لتناول البسكويت الشهي أعدت الأم عشر شطائر وأرادت توزيعها في أطباق بحيث تضع شطيرتين اثنتين في كل طبق هل تستطيع معرفة عدد الأطباق؟ بالطبع نعم سنعرف عدد الأطباق عند الإجابة على عشرة تقسيم اثنان حيث العدد عشرة هو عدد كل الشطائر والعدد اثنان هو عدد الشطائر في كل طبق والآن هيا نقوم بعملية التوزيع سنأخذ شطيرتين لوضعهما في الطبق الأول وهذه أيضا شطيرتين سنضعهما في الطبق الثاني ما زال هناك شطائر لم نقم بتوزيعها إذن سنكمل عملية التوزيع ونأخذ شطيرتين ونضعهما في هذا الطبق وأيضا تلك شطيرتين سنضعهما في هذا الطبق بقيت آخر شطيرتين سنضعهما في آخر طبق انتهينا من عملية توزيع كل الشطائر هيا بنا نعد الأطباق الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن عدد الأطباق يساوي عشرة تقسيم اثنان يساوي خمس أطباق أكمل أكتب عدد المجموعات لدينا ثمانية طائرات ورقية هيا يا شاطر حوت كل اثنين ثم أوجد عدد المجموعات ممتاز أرى أنك قمت بإحاطة كل اثنين معا بهذه الطريقة وحصلت على عدد المجموعات وهو أربعة والآن أجب يا ذكي ثمانية تقسيم اثنان يساوي كم ولا تنسى أن ثمانية هو عدد كل العناصر واثنان هو عدد العناصر في المجموعة الواحدة وبذلك يكون المطلوب معرفة عدد المجموعات هيا فكر رائع ثمانية تقسيم اثنان يساوي أربعة أحسنت صنعا يا ذكي أكمل أكتب عدد المجموعات لدينا اثنى عشر قبعة هيا حوض كل ثلاث ثم أوجد عدد المجموعات أحسنت أحسنت لقد قمت بإحاطة كل ثلاثة معا بهذه الطريقة وبذلك يكون عدد المجموعات أربعة والآن هيا أجب يا ذكي اثنى عشر تقسيم ثلاثة يساوي كم ولا تنسى أن اثنى عشر هو عدد كل العناصر وثلاثة هو عدد العناصر في المجموعة الواحدة والمطلوب معرفة عدد المجموعات رائع اثنى عشر تقسيم ثلاثة يساوي أربعة أكمل اكتب عدد المجموعات لدينا عشر أقلام هيا حوض كل خمسة معاً ثم أوجد عدد المجموعات ممتاز لقد قمت بإحاطة كل خمسة معاً هكذا وبذلك يكون عدد المجموعات اثنان والآن أجب يا ذكي عشر تقسيم خمسة يساوي كم؟ رائع عشر تقسيم خمسة يساوي اثنان حيث العدد عشر حيث العدد عشر هو عدد كل العناصر والعدد خمسة هو عدد العناصر في المجموعة الواحدة والناتج اثنان هو عدد المجموعات أحسن تصنعاً اكتب عبارة القسمة الممثلة لدينا ثمانية عشر كرة وزعت بالتساوي في مجموعات بحيث يكون في كل مجموعة ست كرات وحصلنا كما ترى على ثلاث مجموعات اكتب يا ذكي عبارة القسمة رائع عبارة القسمة هي ثمانية عشر تقسيم ستة يساوي ثلاثة نبدأ عبارة القسمة دائماً بعدد جميع العناصر ثمانية عشر والعدد الثاني والذي يلي رمز عملية القسمة مباشرةً ستة يمثل عدد العناصر في كل مجموعة والناتج ثلاثة هو عدد المجموعات هل تستطيع يا ذكي كتابة عبارة قسمة أخرى؟ أخرى؟ يكون فيها العدد الذي يلي رمز عملية القسمة مباشرةً هو عدد المجموعات هيا فكر يا ذكي ممتاز عبارة القسمة هي ثمانية عشر تقسيم ثلاثة يساوي ستة أحسنت لقد بدأت عبارة القسمة بالعدد ثمانية عشر وهو عدد جميع العناصر ثم العدد ثلاثة وهو عدد المجموعات وكان الناتج ستة هو عدد العناصر في المجموعة الواحدة أحسنت ماذا تعلمنا من درس اليوم؟ كتابة عبارة القسمة المناسبة والتعرف على مكوناتها توزيع العناصر بالمقياس وتكوين مجموعات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر